احنا اليوم في محافظة ذيقار هاي المحافظة اللي تعرضت الى نعم التهميش منذ فتى طويلا عكس على الواقع الاجتماعي ومن ثم العكس على الواقع الامني الاجهزة الامنية اجاب تقوم بيواجبها بتوفير الامن وبناء بيئة مستقرة حتى تطفرص للعمار بدون امن ما ماكو عمار واكو استقرار ما يخفى عليكم محافظة مرت بظروف صعبة معقدة بالسنتين لخيرة ظروف معقدة بسبب تظاهرات بسبب مطالب الناس وسبب رد الفعل وبسبب التضحيات ووجود ضحايا كبيرة انعكست على معنويات الاجهزة الامنية انعكست على معنويات الناس انعكست على كل مؤسساتنا هذا ما وجد خلل كبير في واقع الخدمات وفي واقع الحالة اجتماعية الضعف الامنية كما ذكرت يؤثر على عميلة العمار نحتاج يكون هناك حسم وتدريب لقواتنا لحفظ القانون نعم حياة المواطنين يجب ان تحفظ ولكن في نفس الوقت القانون يجب أن يكون هو السائد والحسم وليس المجاملة انا اسمع بعض حيثنا يقولون رئيس وزراء ما داعمنا انا اسوين ما داعمكم في موضوع فرض الامن بالعكس داعم كل اجهزة الامنية وقال لكم اكثر مرة من يتعرض الى اتهام باطل او يتعرض لا ظلم يجي يمي انا احمي انا مساء الحماية انت تقوم بالقانون وتحفظ النظام حفظ النظام واجب اجهزة الامنية البعض يحاول تهرب المسؤولية ما يدي لا ضعاف في اداء وهيبة وثقة المواطن بالاجهزة المطلوب فرض النظام عدم السماح لمجموعات شباب صغار قطعون شوارع حرق اطارات ومنع المحافظ من القيام بدوره يجب تكون حاسمين هذه اعمال فوضوية لا تستحق استخدام السلاح الحيوان وتستحتاج قواعد اجتباق في حفظ قانون فمن غير معقول نتهرب المسؤولية تحت عنوان اما رميح رصاص حي او موقع من هذا المبدأ ما موجود بالعكس انا يوم شفت عدد القوات الموجودة في بالمقاطق كلش كبيرة من غير معقول محافظة او وزير يجي لخدمة المحافظة مجموعة شبان شباب مغرر بهم بعضهم بعضهم فوضوين بعضهم عاطف وعضهم طالب صادقة يعقون عمل المحافظة هذا غير مقبول في المطلوب عندنا دعم المحافظ دعم المحافظة بتوفير احساس آمن للمواطنين مع كل هذا يجب حتى يتوفر امن مطلوب من السيد المحافظة والمحافظة والمشاريين يقدمون خدمات في أسرع وقت حتى ننطل رسالة تكاملية الخدمات والامن يمشون في وقت واحد حتى نستعيد عافية المحافظة ونستعيد كل امكانيات الثقية بالدودة الأمن أساس لأي استقرار في المطلوب متابع للضباط قولي العسكري ترطيكم مجال عدكم الدعم الكامل من القادة عام خوات المسلحة اي شي تحتاجوك اجهزة امنية نحن جاهزين دعمكم راح تطلبوه محل قصة بلياكم مقابل هذا الحسم في الأمن نوبات ترشغات صغيرة اتخرب لك شرق الشبير لا تطلع اي متجاوز ان اتجاوز على القانون او على الدولة عبدا كنوا حاسمين اشتركوا في القناة